مقاوم بحراني آخر التحق بقافلة شهداء البحرين لهذا العام والتي انطلقت في الخامس عشر من شهر يناير عندما أقدم السلطات عائلة آل خليفة الحاكمة على أعدام ثلاثة بحرانيين ظلما وعدوانا وهم كل من سامم الشامع وعباس السميع وعلي السنكيس لم تكد دماء الشهداء الثلاثة جف وقبل أن يلملم البحرانيون أحزانهم إلا وأقدمت مرتزقة آل خليفة المجرمة على تصفية ثلاثة مقاومين ممن مرغوا ببطولاتهم أنوف الخليفيين الغزاة بالوحل القوات العسكرية الخليفية حاصرت زورق الحرية الذي كان يقوده الشهيد مصطفى يوسف ويحمل على متنه اثنين من المقاومين الأبطال الذين حطموا كبرياء الخليفيين المصطنع على أسوار سجن جو بعد أن نجحت عملية تحرير عشرة سجناء أحرار كان للشهيد محمود يحيى دورا كبيرا فيها قبل أن يلتحق بالرفيق الأعلى بمعية القائد المقاوم رضى الغسرة بعد أن أمطرتهم المرتزقة الخليفية بوابل نيران أسلحتها في عرض البحر إجرام خليفي بلا حدود فما يودع البحرانيون شهيدا إلا وتباغتهم العائلة الحاكمة بشهيد آخر أو تتركهم حابسين أنفاسهم مخافة توديع شهيد آخر وهو ما حصل اليوم عندما أردت مرتزقة آل خليفة الحاقدة بنيران أسلحتها الشاب المقاوم عبد الله العجوز من بلدة النويدرات عبد الله العجوز نجح في الهروب من سجن الحوض الجاف في شهر يونيو من العام الماضي بعد أن أصدر عليه الخليفيون أحكاما بالسجن لأكثر من ثلاثين عاما بتهمة المشاركة في المقاومة الشعبية ضد النظام الخليفي الباغي دماء عزيزة على البحرين لن يتركها البحرانيون تذهب سدى بل سيثأرون لها ويقتصون من الخليفيين فتلك الدماء تعزز يوما بعد آخر من خيار المقاومة كسبيل أوحد للتخلص من ظلم وجور هذه العائلة الفاسدة الباغية كما تؤكد الشواهد على ذلك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر